موسيقى نشرة الاخبار مع حسين الهاشمي طيب الله صباحكم الخير مشاهدين انا كارم اينما كنتم نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من قناة العراقية الاخبارية نبدأها بابرس العنم هذه الطائرة تؤدي الان التحية امرو سكر في الطائرة هذه الدبابة القتالية الرئيسية تمتلك خواصا تعبوية واسلحة قوية وحماية مدرعة بحضور القائد العام للقوات المسلحة جيش العراق يحتفل بذكرى تأسيسه الثالثة بعد المئة باستعراض عسكري في ساحة الاحتفالات الفرلمانو يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لبدء فصله تشعي الجديد ويدعو اللجانة والكتلة النيابية لاستئناف اعمالها الهيئة القضائية تواصل تتقيق الطعون المقدمة بانتخابات المحافظات وسقوف زمنية تحكم عمليات التصويت على المحافظين ورؤساء المجالس ونوابهم الامن الوطني يطيح بشبكة تتاجر بالمخدرات قامت بنقلها عبر تماثيل فخارية ويضبط بحوزتها خمسة كيلوغرامات من الميريجوانا الى تفصيلات النشرة اهلا بكم حضر رئيس الوزراء القائز العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني الاستعرض العسكرية الكبير في مناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي وادى رئيس الوزراء التحية للوحدات العسكرية وكراديس المقاتلين التي مثلت او مثلت مختلف صنوف الجيش والاسلحة المدرعة والتخصصية فيما حلقت طائرات القوة الجوية ومروحيات طيران الجيش في سماء الاستعراض كما استعرضت امام القائز العام وحدات من الوية الحجر الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب فضلا عن كراديس تمثل مجموعة من تشكيلات وزارة الداخلية كوكبة من حملة السيوف العربية تسبق الكراديس المستعرضة للمرور من امام منصة التحية ايها السيف الذي ظل المدى بين اسياف ذويه سيدا الكلية العسكرية مصنع الاطال كلية مرموقة العنوان خرجت للجيش في تاريخها قادة فرسان في الميدان الف تحية لعمادة ومعلمي وشباب الكلية العسكرية تحية لأفضال فرقة الرد السريع عيد الجيش كلمة جميلة كتبها الآن حرس الشرف بتشكيله الجميل هذه الطائرة تؤدي الآن التحية امروا سير بالطائرات وهذه الطائرات سزن كارفان مسلحة هذه الطائرات سهمت بدكي او كاري داعش في معارك النصر والتحرير هذه الدبابة القتالية الرئيسية تمتلك خواصا تعبوية واسلحة قوية وحماية مدرعة وقدرة عالية على المناورة فضلا عن احتوائها على معدات رصد عالية الدقة يعتلي صغوتها مقاتلون بواسل أفطال وأيضا عجلات مديرية الاتصالات في قيادة الشرطة الاتحادية عجلات القيادة والسيطرة المتنقلة وفي اثناء الاستعراض العسكري التقى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عددا من اسر شهداء القوات المسلحة وأكد رعاية الحكومة واهتمامها بأسر شهداء وطلأ القائد العام على أحوال أسر شهداء المعاشية واحتياجاتهم ووجهة بمتابعتها بما جدد التعبير عن عرفان كل العراقيين بكل أطيافهم للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء العراق من مختلف الصنوف والتشكيلات مضينا أن العراق والعراقيين لم يكنوا ليتمتعوا بالأمن والاستقرار لولا هذه التضحيات واستعرضت أجهزة وصنوف مختلفة من القوات المسلحة العراقية وقطعاتها في ساحة الاحتفالات وسط بغداد مؤكدة استعدادها للدفاع عن أرض العراق وسمائه أجرت فعالية متنوعة للاحتفال بعيد الجيش العراقي 103 أعوام مرت على تأسيس الجيش العراقي ذلك التشكيل الذي خط بشجاعته أروع الانتصارات والبطولات وحمى أرض العراق وسمائه الجيش العراقي العنوان الذي لا يزال حاضرا في قلوب العراقيين مواصلا بناء قدراته القتالية واللوجستية ليكون على أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان يهدد سيادة العراقي وشعبه ذكرى تأسيس الجيش العراقي الباصل ذكرى عزيزة على كل العراقيين وقلوب كل العراقيين هذا الجيش الذي حمى البلاد وحمى هوية العراق وحمى مواطنين العراق وشعب العراق وكذلك ثروات العراق الذي استطاع من خلال شهداءه ومن خلال ما قدمه من تضحيات أن يحمي هذا البلد طبعا لدينا رؤية لدينا استراتيجية من خلال دعم القائد العام للقوات المسلحة المؤسسة العسكرية هذه الرؤية تنصب في تطوير تسليح الجيش العراقي في بناءه في إعداده في أيضا رفع إمكانياته وقدراته بما يتلائم وحجم التحديات التي يمر بها البلد احتفالاته هذا العام بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي شهدت إقامة استعراض عسكري مهيب شاركت فيه مختلف الوحدات والصنوف العسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية وبحضور ميداني للقائد العام للقوات المسلحة استعراض هو رسالة قوة رسالة بناء ووحدة وطنية لو نرى أنه ليس فقط الجيش اللي استعرض وإنما كانت هناك مشاركة من قطعات وزارة الداخلية بكل مفاصلها وكذلك الحجد الشعبي إضافة إلى القوات الجوية وطيران الجيش الاستعراض بحد ذاته هو يعطي رسالة أنه هذه القوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام قوات مسلحة وهي في نفس الوقت تعمل على حفظ الأمن والدفاع عن العراق وعن سيادة العراق وفي ذكرى تأسيسه الثالثة بعد المئة لا يزال الجيش العراقي مستمرا في ملاحقة عصابات الإرهاب الداعشية محققا الانتصارات المتوالية على هذه البقايا الإرهابية بعد أن اكتسبت هذه المؤسسة العريقة الخبرة ونجحت بتحقيق نصر مضفر على الإرهاب وحررت الأرض المغتصبة من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية وفي نينو احتفلت القوات العسكرية هناك بتشكيلاتها كفة بعيد الجيش الثالث بعد المئة واستذكر وجهاء المحافظة والشيوخ العشائر الحاضرون بالاحتفال البطولات التي سطرها الجيش إبان الحرب ضد داعش الإرهابية داغين إلى دعم هذه المؤسسة لحماية سيادة العراق نحتفل كقوات أمنية بتأسيس الجيش العراقي الباسي لل1103 فجيش اللي سطر أروع البطولات وأمجاده بتحرير الأرض من كامل براثم تنظيمات داعش الإرهابية والآن جيشكم كما شاهدتموا الآن أصبح القوة الضاربة للقائد العام للقوات المسلحة فألف تحية لشهدان الأبرار وألف تحية للجرحة ونتمنى لهم لجيشنا الباسل كل الخير والتوفيق إن شاء الله واليوم الشعب ينعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات هذا الجيش العظيم فتحية إلى أبطال القوات المسلحة أبناء الجيش الخالد بذكرى تأسيسه ونستذكر شهداء العراق الذين ضحوا من أجل بناء العراق ومن أجل حماية العراق هذا وهنى رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بالذكرة الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي رشيد في تدوينة على منصة أكس أكد ضرورة دعم القوات المسلحة بكل تشكيلاتها وتطويرها لتكون درع العراق وحصنه الأمين والضامن لأمن المواطنين والحامي للدولة ومؤسساتها الدستورية مختتما تدوينته بتوجيه تحية إجلال لأرواح شهداء من الجيش والقوات المسلحة بكل تشكيلاتها بدوره أشار رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي إلى أن تطوير المنظومة العسكرية والأمنية ودعمها بالأجهزة الحديثة يجب أن تمثل أو يمثل أولوية لضمان حماية سيادة العراق ودفع الأخطار عنه وفي بيانه بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش أكد المندلاوي أن هذه الذكرى تمر في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفا استثنائية وخطرة ويدعو مجلس النواب إلى التركيز على تأمين احتياجات المنظومتين العسكرية والأمنية وتعزيز قدرتها لمواجهة التحديات الفرلماني يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لمدء فصله التشريعي الجديد ويدعو اللجان والكتل النيابية لاستئناف أعمالها أهلا بكم من جديد حددت رئاسة مجلس النواب الشهر الحالي وتحديدا التاسع منه موعدا لبدء الفصل التشريعي الجديد رئاسة البرلمان دعت في بيان الكتل واللجان النيابية لاستئناف أعمالها التشريعية والرقابية فيما أعلنت أنها ستحدد موعد الجلسة الاعتيادية المقبلة لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية فضلا عن تحديد جلسة الانتخاب الرئيس من جهته أشار رئيس مجلس النواب بالعنابة محسن المندلوي إلى أن هناك اجتماعا نيابيا على الإسرائي أو إجماعا نيابيا على الإسرائي بإقرار القوانين المهمة ما يستدعي من الإجان تكثيف اجتماعاتها لمناقشة بشاريع القوانين ومقترحاتها والاتفاقيات المحالة للمجلس بهدف إنضاجها وعرضها للتصويت وصلت الهيئة القضائية الانتخابية النظر بطعون نتائج انتخابات مجالس المحافظات للبت بها في غضون عشرة أيام المفوضية أكدت أن مجلس المفوضين سيصادق على أسماء الفائزين في الانتخابات بعد حسم الطعون ما تزال مفوضية الانتخابات بانتظار استكمال الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات للبت فيها قبل مصادقة مجلس المفوضين على نتائج الانتخابات بشكل نهائي كون قرارات هذه الهيئة ملزمة ولا يمكن الطعن فيها الهيئة القضائية الان تعمل على النظر بهذه الطعون تتخذ القرارات المناسبة بحق هذه الطعون وبعد ان تنتهي من اتخاذ هذه القرارات المصادقة على قراراتها ترسلها الى مجلس المفوضين بعد ذلك مجلس المفوضين سيصادق على أسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات وبذلك بعد المصادقة هذه تنتهي انتخابات مجالس المحافظات ويكون الفائزين بشكل رسمي ويمارسون أعمالهم كأعضاء مجالس المحافظات وبمجرد مصادقة مجلس المفوضين على نتائج الانتخابات يقدم المحافظون الحاليون دعوة للفائزين بمقاعد مجالس المحافظات لعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنن خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بعد ذلك ندخل في الدعوة المحافظة الحالي في كل محافظة المجلس الجديد للانعقاد بأمر إداري خلال 15 يوم لعقد الجلسة الأولى الجلسة الأولى تخصص لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالتصويت بالأغلبية المطلقة ويؤدون اليمين طبعا أمام المجلس ورئيس الاستئناف رئيس بحكمة الاستئناف رؤساء مجالس المحافظات وبمجرد انتخابهم يعلنون فتح باب الترشحي لمنصب المحافظ خلال مدة شهر حيث أعطى القانون الحق لغير الفائزين من الرجال أو النساء بالترشيح لهذا المنصب أيضا على أن يكونوا من سكنة المحافظة وتنطبق عليهم الشروط القانونية للترشح أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد حققت النزاهة في العام 2023 تقدما كبيرا في مواجهة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة أظن الجاح يعزوهم مغتصون إلى دعم السلطتين التنفيذية والقضائية لعمل هيئة النزاهة في تحقيق مستويات عالية لمكافحة الفساد انتقالة نوعية في عمل هيئة النزاهة خلال العام الماضي أسهمت بتقليل حالات الإضرار بالمال العام فضلا عن استرداد الأموال المسروقة في الداخل والمهربة إلى الخارج بالتزامن مع إحالة المتهمين إلى القضاء وإصدار أحكام قضائية وجاهية وأخرى غيابية ازدادت وتيرة مذكرات القبض والأحكام ازدادت المبالغ المسترجعة الداخلية نتكلم عن داخل وأيضا ازدادت عمليات هيئة النزاهة في قضية الرشاة والضبط وازدادت أيضا في منع الهدر المالي العام وهذه المبالغ قد تتجاوز التريليون إذا ننتقل للخارج أيضا هناك تطور على مستوى تحسين علاقة الهيئة مع الدول المحيطة والأوروبية بمسألة استرجاع الأموال والملفات التي تعلقت باسترجاعهم تقدموا نشاط الهيئة على مستوى الوقاية والرد يعزوه مراقبون إلى الدعم الحكومي الكبير لعملها فضلا عن تفاعل القضاء مع القضايا التي تصل إليها وهو ما أثمر عن منظومة متكاملة لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال ما يميز هذا الأمر هو نضوج السلطة التنفيذية المعنية في هذا الأمر وبالتالي الارتباط المباشر ومتابعة رئيس السلطة التنفيذية هذا الحافز الأول أيضا العلاقة الوثيقة ما بين السلطة القضائية والجهاز التنفيذي لمكافحة الفساد أيضا أعطى الديمومة في قوة القرارات ولتحقيق مزيد من التقدم تعمل هيئة النزاهة على تعزيز التشريعات الخاصة بها عبر إقرار حزمة من القوانين كقانون حق الحصول على المعلومة وقانون استرداد عائدات الفساد بمنحها إمكانية أكبر في مكافحة الفساد بالتعاون مع السلطة التشريعية من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية يواصل البنك المركزي إجراءته لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى إذ حذر البنك المركزي المصارف التي تجبر الزبائن على تحويل حساباتهم إلى دولار الأمريكي وذلك للحفاظ على أسعار الصرف ودعم الاقتصاد البنك المركزي يوجه بإجراءات من شأنها تحذير المصارف التي تجبره أو تدفع الزبائن إلى تحويل الحسابات البنكية والمصرفية إلى الدولار الأمريكي مراقبون أوضحوا أنها كذا قرارات ضرورية للحفاظ على مجمل النتائج الإيجابية المتحققة لاستقرار أسعار الصرف تأكيد البنك المركزي عندها جراءات ومسؤول عن حركة النقد في السوق واجب مواجباته الأساسية وإصدار العملة إصلاح الوضع المالي والنقدي بالبلد لا يتم عبر البنك المركزي ويشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة ضخي توازن مستمر مع تزويد السوق العراقية بعملات متعددة مع طمأنة المستهلكين إلى وجود الدولار وفق تعاونات العراق الثنائية مصرفيا وماليا علينا الامتثال إلى متطلبات الدولية وإشاعة ثقة ضمان بقاء هذه الحسابات الأجنبية داخل النظام المصرفي وإمكانية استغلالها من قبل أصحابها في عمليات الشراء أو تشوية مستحقات خارجية المصارف العراقية لديها محافظة استثمارية دولارية في الخارج تستطيع أن تقوم بعملية استيراد الدولار استقرار الدينار العراقي وزيادة ثقة به سيوفر بحسب البعنيين احتياجات الاستقرار النقدية لمختلف القطاعات سواء عبر الحسابات المصرفية أو عبر الدفع الإلكتروني من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية إجراءات الحكومة من أجل خضي أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية نجحت بشكل كبير لا سيئما مع توزيع وزارة التجارة السلة الغذائية للمواطنين والمشمولين برعاية الاجتماعية لما دعا مواطنون إلى زيادة المنافذ التسويقية وتطبيقها في كل المحافظات والمناطق لدعم أسعار المواد فيها برنامج وزاري حققت من خلاله وزارة التجارة استقرارا في أسعار المواد الغذائية بعد توفيرها عبر السلة الغذائية وضخ مواد وسلع مختلفة في منافذ البيع المباشر ببغداد وبعض المحافظات الوزارة تسعى إلى زيادة المنافذ التسويقية ودعم خططها لاستمرار الاستقرار السعري في وقت سجلت منظمة الأغذية والزراعة فاو انخفاضا في أسعار المواد الغذائية عالميا بنسبة تتجاوز 13% مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ووزارة التجارة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وإيصال المواد الغذائية إلى مستحقها عبر البطاقة التنمينية التي كانت عبارة عن سلة غذائية متكاملة قدمت على شكل سبع مواد لأكثر من 42 مليون مواطن عراقي فيما كانت لـ 11 مواد لعوائل الرعاة الاجتماعية لعددتهم أكثر من 7 ملايين مواطن توفير السلع والمواد الغذائية في منافذ البيع المباشر بأسعار مدعومة أسهم في خفض حجم الطلب على الكثير من المواد ومنع من ارتفاع أسعارها نجاح التجربة دفع بالمطالبة لتكرارها في جميع المحافظات وزيادة منافذها في بغداد أسعار مدعومة يعني من تجي تلقى الحاجة فتفرق 500 فرق هناك بعض الحاجات ألف عن السوق حتى المواطن من يجي يعني راضي يعني تشوفه من يجي السوق لأخذ مسواقه ما للشهر ما لسبوعين اللي قدناه أسعار يعني هواي فرق يعني البيضينا بخمسة بره بسبعة بستة ونص اللحم كذلك فإن شاء الله يعني نتمنى من الحكومة أن تتكرر والمحافظات يعني الزيد وبحسب وزارة التجارة فإن العام الحالي سيشهد افتتاح مراكز للبيع المباشر في مختلف المحافظات إذ تخطط لإنشاء ثلاثين منفذا ستخفف من حجم الطلب على المواد الغذائية وتحقق الأمن الغذائي إلى جانب مشروع السلات الغذائية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد أنهت وزارة التجارة تحضيرات إقامة دورة السابعة والأربعين لمعرض بغداد الدولي للمدة من العاشر إلى التاسع عشر من الشهر الحالي وزير التجارة أثير لغير يشار للإخبارية إلى أن عدد الشركات التي قررت المشاركة في المعرض بلغ ثمانمائة شركة من احدى وعشرين دولة بينها ثماني دول عربية وثلاث عشرة أجنبية اليوم الاستعدادات في معرض بغداد نعتبرها إن شاء الله متميزة ونعد أن يكون القادم أفضل المشاركين في معرض بغداد هي كفكرة أعطيكم عنها ونرضى مختصرة تقريبا واحد وعشرين دولة فرق الضعف أول أكثر عن السنين الماضية ثمانمائة شركة مشاركة متنوعة تقريبا ضعفين أو ثلاثة الأعوام الماضية وكذلك نوع الاستعدادات مختلفة اللمسة تختلف مواقب اللمسة الحقيقية لأن تكون شعار الحكومة متجسدا في معرض بغداد هي حكومة خدمات ونقول إن شاء الله القادم أفضل بدعوة كريمة من الأخوة في قسم الإعلام في معرض بغداد دولي حضرنا هذا اليوم ممثلا عن الجمعية العراقية للتصوير للإشراف على ورشة عمل المصورين في توثيق مراحل المعارض الموجودة حاليا في أرض معرض بغداد الدولي تنضمن الورشة توجيه المصورين لأماكن معينة لها علاقة في إبراز عمل الأخوة العاملين في هذا المعرض الأمن الوطني يطيح بشبكة تتاجر بالمخدرات قامت بنقلها عبر تماثيل فخارية ويضبط بحوزتها خمسة كيلوغرانات من الميريجوانا أهلا بكم من جديد جهود كبيرة تبدلها الكوادر الهندسية ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية إذ واصلت الأعمال إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروع مجسر تقاطع قرطبة والرستوية بعد الانتهاء من صب الركائز الأساسية أكثر من 60% هي نسب إنجاز مشروع تقاطع قرطبة الذي يقع في منطقة الباب الشرقي بجانب الرصافة من بغداد دائرة الطرق والجسور أكدت إنجاز كافة الركائز العاملة للجسر العابري لسريع محمد القاسم بدءا من نفق الطيران وصولا إلى تقاطع الداخلية فضلا عن إتمام الطرق الجانبية والمسارات البديلة بأكثر من 7000 متر من حيث التوسعة وصب الجوانب وإعادة الإكساء 154 ركيزة انتهت بالكامل من نسبة 100% إضافة إلى قبعات الركائز هنا ست قبعات الركائز مع العلم كثرة الفضاءات هي بس للقريبة من سريع محمد القاسم تعرف هذا هو المجسر هو بمستوى ثاني 6 فضاءات إن شاء الله خلال نهاية هذا السبوع ستنصب بالكامل إضافة إلى جسور العرضية هي جسور ستيل قيردر هي ستصل على 3 فضاءات بطول 106 متر في مشروع الرستمية الرابطي بين سريعي محمد القاسم والقناة تمت عملية إنجاز أكثر من نصف مسارات التوسعة لسريع القناة في حين أكدت دائرة الطرق والجسور إتمام الاستدارات المجسرة بنسبة 100% وإكمال صب الركائز والأعمدة للجسر الرئيسي والمباشرة بصب سقف الجسر الفوقاني بالإضافة للمباشرة بحفل النفق الموازي للنفق الحالي بطول نحو 400 متر وصلنا إلى طبقة أساسي القيري بواقع 6 كيلومتر لكل الجانبين وكذلك يحتوي المشروع على نفق رئيسي محاذي النفق القديم بطول 300 متر والآن العمل جاري به وكذلك يحتوي المشروع على جسر أفرباص فوقاني أكملنا الركاز الرئيسية مشاريع فك الاختناقات المرورية في الحزمة الأولى تصل مراحل متقدمة دائرة الطرق والجسور أكدت وجود ثماني مشاريع عاملة في جانب الرصافة من بغداد منها ستة مشاريع سترى النور خلال الأشهر الأربع المقبلة وستدخل الخدمة الفعلية من أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد زيد الطائي فناة العراقية الإخبارية اهتمام حكومي كبير في مدينة الموصل النهوضي بواقعها الخدمي إذا كد فريق الجهد الخدمي الذي إزار المدينة والتقى مسؤولي الوحدات الخدمية على سرعة إنجاز المشاريع وتنفيذها وفق المواصفات الهندسية المطلوبة فريق الجهد الخدمي والهندسي يصل محافظة نينواء للقاء مديري المؤسسات الخدمية والاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تنفذ في المحافظة هناك اهتمام كبير من قبل السيد رئيس الوزراء ودعم خاص لمحافظة نينواء لأنها عانت ما عانت سواء من قبل عصابات داعش اليرهابية أو عمليات التحرير وبالتالي يجب علينا أن نضافر الجهود من أجل النهوض بواقع محافظة نينواء الحث على مواصلة العمل على مدار الساعة وتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والهندسية المطلوبة أهم ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء فلك الجهود داعم كبير لسيد المحافظة من خلال سد الثغرات في الخدمات في المناطق الغير رضامية مقامة على الأراضي الزراعية لنسميها العشوايات أدنى 16 مشروع في عموم المحافظة أكثر في سهل النواء وهذه المشاريع هي الارتقاء بواقع هذه المناطق هذه الأعمال إن شاء الله ستكون باكرة عمل فريق الجهد الخدم والهندسي في المحافظة وإن شاء الله سنعيد خطة طموحة أكثر دعما لسيد المحافظة والمحافظة نينواء تقديم الخدمات للأحياء المحرومة منها منذ عشرات السنين تنفيذ المشاريع الخدمية في القطاعات المختلفة من قبل فريق الجهد الخدمي والهندسي يأتي انسجاما وتطلعاته وتوصيات رئيس الوزراء بتقديم الخدمات للمناطق المختلفة المحافظة نينواء نرفاضل العراقية الإخبارية ونبقى في الملف الخدمي إذ شهد مشروع ماء العمار الكبير في محافظة ميسان نسبة إنجاز متقدمة تمهيدا لإدخاله إلى الخدمة نهاية الشهر الحالي وذلك لتميني صالح مياه سالحات للشرب إلى سكان المدينة 96% هي نسبة الإنجاز المتحققة في مشروع ماء العمارة بعد إنجاز معظم أعمال ربط الخطوط الرئيسية الناقلة بمحطات الضخة حيث من المؤمل أن يدخل المشروع حيز الخدمة الفعلية نهاية الشهر الحالي تبلغ طاقة المشروع 16 ألف متر مكعب بالساعة واليوم بلغت نسبة الإنجاز بفضل الله 96% بالأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سيدخل هذا المشروع حيز الخدمة ويقوم بتوفير المياه الصالحة للشرب للمناطق الواقعة الشمال وغرب مدينة العمارة المشروع صمم بمواصفات فنية عالية وبطاقة تصل إلى 16 ألف متر مكعب بالساعة وسيغطي معظم احتياجات مناطق ميسان من المياه الصالحة للشرب المشروع يتضمن 16 حوض ترسيب كل حوض ترسيب يحتوي على يضخ ألف متر مكعب بالساعة كذلك يحتوي المشروع على بنايات متعددة بناية المضخات وبناية الأطيان وبناية الغسيل العكسي وبناية الخزان الأرضي المشروع يغدي من مليون إلى مليون إلى مليونين نسمة في محافظة ميسان يحتوي المشروع على 16 حوض للترسيب وشبكة طرق للخطوط الناقل بطول 37 كم ومواقع الضقي والتقوية والخزانات الكونكريتية وبناية الدفع العالي إضافة لعدد كبير من الملحقات الإدارية والفنية أدخل المشروع ضمن مشاريع البرنامج الحكومي وشكلت لجنة خاصة لتسريع وطيرة الأعمال التي شرفت الآن على الانتهاء للعراقية الإخبارية سيد البديري ميسان وضمن تخصيصة صندوق أعمال ذيقار وتنمية الأقاليم وقانون الدعم الطارق وصلت نسب الإنجاز في خمسة مشاريع في سوق الشيوخ شرقي مركز محافظة ذيقار إلى مراحل متقدمة وسط إشادات من المواطنين خمس مشاريع متكاملة ضمن الجهد الخدمي في سوق الشيوخ الواقع شرق مركز محافظة ذيقار شملت في الدرجة الأولى البلد التحتية وتعبيد الشوارع هذه المشاريع جاءت ضمن تخصيصات صندوق أعمال ذيقار وتنمية الأقاليم وقانون الدعم الطارق خمس مشاريع مهمة في القضاء حاليا في حي الحسن الثاني مشروعين مرحلة الأولى والمرحلة الثانية وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 90% في نفس الوقت مشروع إنشاء شوارع مع شبكات مذكاملة البناء التحتية في حي العباس وحي الزهراء وصلت نسبة إنجازة إلى أكثر من 95% أعمال البناء التحتية متكاملة من شبكات مجر شبكات مياه أمطار شبكات مياه صالح للشرب وأيضا شبكات بريد أضافت إلى أعمال البلدية المتكاملة التي هي الصب شوارع وتبليط وأرسلها نسبة إنجازها 100% في طور السلام الجزء للمشروع أما يخص منطقة حي العباس نسبة إنجاز أعمال المجاري فيها وصلت إلى أكثر من 95% المناطق التي شملتها المشاريع المتكاملة هي حي الغدير والعباس وحي الزهراء ومربع المدينة السكان عبروا عن فرحتهم بهذه المشاريع التي باكتمالها ينتهي فصلا من المعاناة الحمد لله شكر تصارق بحدود سنة ونص مشروع متكامل صب الأزق شبكة ماء جديدة شبكة كهرباء جديدة الوضعية كانت تعبانة كلش خاصة هاي المنطقة مهجورة وما حد يجينا ما حد يوصلنا هسا الحمد لله وشكر هسا نحمد لله وشكر منطقة ما احترمه وتبليط ومجاري لقناة العلاقية الاخبارية سنان خفاجي تيقار وفي البصرة يشهد مشروع المستشفى الجامعي التخصصي تصاعدا بأعمال أو بالأعمال حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 73% ومن المقرر أن يضيف المستشفى حال إكماله كثيرا من الفائدة والخدمة الطبية والعلمية والتعليمية إلى منظومة المستشفى في المحافظة 73% هي نسب الإنجاز المتحققة في مشروع المستشفى الجامعي التخصصي في محافظة البصرة الذي يضم 446 سريرا شيد على مساحة بناء تبلغ 71 ألف مترا مربع وبواقعه 15 طابقا من المتوقع أن يرى النور وتبدأ الخدمات مالته إلى المواطنين نهاية عام 24 عندما تصل الأجهزة والمعدات الطبية المتعاقدين عليها من المناشئ الأمريكية والأوروبية بأحدث الأجهزة وأحدث المواصفات يحتوي على خمس محاول رئيسية المحور الأول اللي هو العيادات الاستشارية المحور الثاني الطوارئ والمحور الرئيسي اللي هو الرقود إضافة إلى الجهات المساندة اللي هي المحور الرابع الخاص بصيانة الكهرباء والميكانيك الأعمال تجري في المستشفى بوتيرة متصاعدة لإكمال مجمل مرافقه التي تتضمن أبنية خدمات التشخيص والعلاج العامة وخدمات الطوارئ بالإضافة إلى بناية التعليم الجامعي أول جامعة مستشفى كهذا بطاقة تقريبا 500 سرير وبكل الاختصاصات التي لا تتوفر في وزارة الصحة مثلا زراعة الأعضاء، زراعة الشبكية الاختصاصات النادرة التي كان المرضى يسافرون إلى خارج العراق من أجلها ستتوفر المشروع يسعى لتحقيق هدفين أساسيين أولهما تقديم الخدمات الطبية لعموم المحافظات العراقية والثاني هو زيادة ساعة طلبة المجموعة الطبية وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية للعراقية الإخبارية مرتضى البغدادي البصر مع استمرار العمليات النوعية للقوات الأمنية ضد تجار المخدرات أطاح جهاز الأمن الوطني بشبكة لتجارة المخدرات وبحوزتها أكثر من خمسة كيلوغرامات من الميرجوانا يتهد في وقت أكدت وزارة الداخلية وضع خريطة طريق في حربها ضد تجارة المخدرات أمرق واحدة البيانات التي تمتلكها بالجرب المشهود اعترفت شبكة من المتهمين تتواصل مع تاجر مخدرات من خارج البلاد وبحوزتها خمسة كيلوغرامات من مادة الميرجوانا مخبأة داخل تماثيل مختلفة جهاز الأمن الوطني تمكن من تفكيك الشبكة وألقى القبض على أفرادها بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية خلال تسلمهم الشحنة من شركة نقليات قبل شهر تواصلت إلى تاجر من خارج العراق تارد تاجر مع المواد مخدره واتفقت إياه يجزلي كيلوغرامات الميرجوانا وهو وافق اتصل بي التاجر وقال لي راح أجزلك إياهن مقسمات بثلاثة تماثيل وقال لي راح أجزلك إياهن عن طريق شركة نقليات راح تستلم تماثيل سيدي وراء ما استلمتهم بش كم ساعة خذتهم للبيت وراء داهمتنا القوات الأمنية ألقت القبض عليه بحوث تكيل و350 غرام من موادة الميرجوانا راحنا آنوا المتهم هاني بسيارتي شركة النقل واستلمنا من حدها التماثيل قررنا نروح البيت المتهم علي راحنا لبيتهم وكان ينتظرنا ببيتهم وطلعنا المواد من التماثيل كان يحتوي كان بي عشر تشياسة كل تشيس بيميتة غرام من مادة الميرجوانا الأجهزة الأمنية استطاعت عبر ستراتيجيتها مواجهة شبكات تجارة المخدرات والإيقاع بآلاف المتهمين بجهود استخباراتية وكمائنا حددت مساراتهم وتنقلاتهم عبر قاعدة بيانات دقيقة يعني اليوم الاهتمام الكبير من قبل الحكومة وإعازها إلى كافة الأجهزة الأمنية بالعمل التشاركي والتوجه نحو مكافحة خطر المخدرات بعد أن تفاقم هذا الخطر قاعدة بيانات مهمة عن تجارة المخدرات تمكنت من وضع خارطة وتمكنت من الوصول إلى كبار شبكات تهريب المخدرات ولا يمر يوم أو يوماً إذا لم تكن هناك عمليات نوعية هناك جهود حثيثة وكمائن على مدار الساعة وغرف عمليات تعمل ليل مع نهار نشاطات وتنسيق عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية للإيقاع بتجار ومروجي المخدرات وتسليمهم إلى القضاء بغية منع تدفق هذه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدن من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية